وبالعودة إلى أخبار جينيف وحركة الوفد الجمهورية العربية السورية هناك وما يتم اللقاءات سينضم إلينا من جينيف مراسلة الإخبارية السورية سناء محمود سناء لو تطلعين على آخر المستجدات اليوم في جينيف تحية لك جلال إذن كما تبعنا قبل قليل وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة دكتور بشار الجعفري للاجتماع بالمواثل الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا وهو الاجتماع الأخير في هذه المحدثات لأننا في اليوم الختامي بطبيعة الحال بحسب مصادر الأمم المتحدة من المتوقع إذن تكون هناك اجتماعات مع الوفود الأخرى وفود المعارضات بطبيعة الحال الأيام الماضية كما ذكرت في رسالة سابقة شهدت اجتماعات بين وفود المعارضات المنقسمة في محاولة للخروج بتشكيل وفد واحد والإمكانية بالتالي إلى أن نكون مع محادثات مباشرة في الجولات المقبلة حتى هذه اللحظة هذه المساعي فشلت ولم تنجح بالتوصل إلى تشكيل وفد واحد لهذه المعارضات في هذا اليوم الختامي سوف نكون مع مؤتمر صحفي لستيفان ديمستورا يلخص فيه أبرز ما جرى خلال هذه الجولة أي الجولة السابعة من المحادثات السورية السورية في جناف بطبيعة الحال جلال سوف نكون معكم فور ورود أي جديد وبانتظار انتهاء الاجتماع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة دكتور بشار الجعفري مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا نعم سناء محمود مفرد الأخبارية السورية إلى جينيف سنكون معك طبعا في نشرات وبرامج لاحقة للاطلاع على آخر التطورات لديك في جينيف شكرا لك